وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة سويس في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة سويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المعطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 والذي أظهر زيادة أعداد سفن المرة بالقناة بنسبة تقدر بـ 17.6% مقرنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة وزيادة الإرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصر ومن المتوقع أن تصل الإرادات الكلية بانتهاء العام المالي الجاري إلى 10.3 مليار دولار وقد شهد الاجتماع أيضا استعرض محاور ومشوعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكركات حفر والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحية ومعاونة السفن العابرة للقناة